اغتيالات مستمرة وفشل رسمي في مواجهتها خلاصة المشهد الامني في مدينة تعز المدينة التي تشهد استمرارا في سينيار الاغتيالات التي تطال جنودا وضباطا وخطباء مساجد قادر مع السيل أنا ماشي وصاحبي بي واسمع اطلاق الرصاص أنا دنيت برقبتين تحت السكن هاق السيارات وفلتنا السيارة وقف اطلاق النار والمتور ماشي مصادر امنية اكدت مقتل الجندي في اللواء 22 ميكا حبيب الطاهري نتيجة اطلاق النار من قبل مسلحين على سيارة كانت تقل الطاهري واخرين في منطقة وادي المعسل وتفيد المصادر ان مواجهات اندلعت على خلفية الاغتيال بين زملاء الجندي الطاهري ومسلحي كتائب ابو العباس في منطقة الباب الكبير اشتركوا في القناة